كرمت الولايات المتحدة نساء أو عشر نساء من مختلف دول العالم لشجاعتهن وريادتهن في الدفاع عن حقوق الإنسان والمساواة والتقدم الاجتماعي وقدمت زوجة الرئيس الأمريكي ميشيل أوباما جائزة الخارجية الأمريكية للعام 2014 للسعودية الدكتورة مهى المنيف الناشطة في مجال مكافحة العنف والإساءة للأطفال والمغنية الأوكرانية المؤيدة للاتحاد الأوروبي رسلانا لزهيشكو أو قالت أوباما في المناسبة أن ما يميز المكرمات هو تحصلهن العلمي العالي على اختلاف مجالات عملهن داعية الأجيال الصاعدة في الولايات المتحدة إلى الحرص على التعليم هؤلاء النسوة يعلمنا كيف يمكن للمرأة أن تحارب التعذيب والقهر وكيف تحصل على حقها في الاقتراع في تاجكستان وكيف تحصل على المساواة وتصبح أسقفا في جورجيا وكيف تذهب إلى مركز الشرطة والمحكمة لمكافحة العنف المنزلي والعنف ضد الأطفال في السعودية لو كنا قادرات على تحقيق كل هذه الأمور بمفردهن فمن المؤكد أننا نستطيع الاقتداء بشجاعتهن في محيطنا ومجتمعاتنا وذلك بهدف وضع حد للتمييز في الأجور في مكان العمل أو مكافحة العنف الجنسي في الجامعات أو مواجهة المظالم التي قد يتعرض لها الإنسان ننضم إلينا في الأستوديو المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية باللغة العربية جوشوا بيكر أرحب بك وأبدأ معك بالسؤال عن الكيفية التي تم بها التكريم ولماذا السيدات على وجه الخصوص بالرغم من وجود رجال ناشطين في هذه المجالات أولا شكرا على هذه الفرصة الثمينة وفريدة من نوعها ليتطارق الموضوع يهمنا جميعا وهو حقوق المرأة كما تفضلت كرمة الوزارة الخارجية عشر نساء خلال هذا البرنامج الجائزة الدولية لسيدات الشجاعات في هذه السنة كرمة الوزارة الخارجية عشرة نساء من كل نحاء العالم من عشر دول مختلفة كل سفارة تصمي واحدة يعني امرأة واحدة حسب ما فعلت في مجال مجال الصحة أو مجال الطب أو في التعليم وضع رئيس أوباما حقوق المرأة كأولويات السياسة الخارجية الأمريكية لأننا نحن نعتقد أن المرأة هي ركيزة من المجتمع وهؤلاء النساء فعلوا أشياء في الحقيقة رائعة جدا في زمبابوي أو تجيكستان أو غوطمالا أو المملكة العربية السعودية دعنا نتحدث جشوى عن موضوع المعايير التي يتم من خلالها تكريم أولئك النسوة على قضايا مهمة بالنسبة للمجتمع العربي تحديدا طبعا هناك نساء رعيات ومتميزات واستثنيات في كل نحاء العالم في هذا العام قدمت وزارة الخارجية هذه الجائزة لمن في الحقيقة خاطر بحياتهن لتحسين حياة الأخرين والأخريات السيدة من المملكة العربية السعودية هي رائدة في مجال التعليم وأيضا في الطب الفائزة من تجيكستان والفائزة من الهند مثلا هي بدأت حملة ضد هجمات باستعمال رش الحمد لذلك أنا أعتقد محلات متنوعة وعديدة ولكن هناك شيء واحد يجمع كل الفائزات وهو الشجاعة نعم تفضل مثل هكذا تكريم يعني كيف ينعكس على المهتمين بالأنشطة الاجتماعية ما أثروا عليهم أعتقد هذه الجائزة تسلط ضوء على أهمية التبادل الثقافي وأهمية التعليم وأيضا الدورة المهم لكل النساء في المجتمع أعتقد من الممكن أن نقول أن كل الفائزات من مجتمعات التي دور المرأة ممكن متفاوت يعني متفاوت وأيضا يعني هناك مجال لتحسين من الممكن أن نقول مثل المغنية الأوكرانية شفنا ما فعلت هي خلال ميدان في أوكرانيا في كييف في الانتقال الديمقراطي في أوكرانيا مثلا سيد بكر أود أن أسألك عن موضوع التحديات التي واجهتكم في انتقاء تلك النسوة هناك تحديات كثيرة نحن نتكلم عن سطح الزواجي هناك تحديات كثيرة لتقدم نساء ليس فقط في هذه الدولة وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية والوزيرة كلينتون السابقة كانت تتكلم عن هذا كثيرا هناك تحديات في التعليم وهناك تحديات دخل العائلة ودخل المجتمع وأيضا دخل الشركات وحتى في الحكومة لذلك سبب أن أعتقد الجوائز مثل هذه الجائزة تسلط الضوء على أهمية تكمين المرأة وأيضا تقدمات التي يحققنا تمكن المرأة في المجتمع كون الترشيح يأتي من قبل السفرات للدول هل تم النظر إلى المشروعات المشاريع الفردية أو الجهود الفردية التي يقومن بها النساء أم هي تأتي ضمن فقط الجماعات والنشاطات البارزة لأنه كما نعلم هناك الكثير من الناشطات والناشطين أيضا لهم باع طويل في الخدمة الاجتماعية ولهم إنجازات كبيرة ولكن الإعلام لم يسلط الضوء عليهم لأنهم غير متواجدين في الساحة يعملون في الخفاء هل هناك مبادرات للبحث عنهم أم فقط من خلال السفرات هناك بحث كل سفارة تقوم ببحث وأعتقد نقطة مهمة جدا لأن هناك إنجازات فريدة ولكن هؤلاء الفائزات قمنا في الحقيقة بشيء للمجتمع ممكن في المدرسة أو في المستشفى أو ممكن في الحكومة إنجازاتهن واضحة إنجازاتهن من أجل المجتمع والكول وأيضا هن متواجدين في دولهن مثلا السعودية هي ليست في ولاية المتحدة هي في السعودية هي في سعودية نشاطهم الإنساني والحقوقي طبعا منحصا في بلدها صحيح وإنجازاتهن حدثت واجارت داخل دولهن بالنسبة لموضوع الناشطات التي لم يتمكن من الحضور كيف سيتم تكريمهن فيما بعد الجائزة أكبر من حفل التقديم فقط في الحقيقة بعد حفل التقديم هناك برنامج كامل لأننا الآن في شهر المرأة في الولايات المتحدة وأيضا في دول أخرى أعتقد هناك فائزة واحدة غير موجودة في الولايات المتحدة هي ممكن من العربية العربية السعودية مش متأكد من هذا ولكن بعد البرنامج أمس هناك ثلاثة أسابيع من السفر والاجتماعات في عدة مدن أعتقد ست مدن داخل الولايات المتحدة وبعد ذلك هناك مؤتمر عام للمرأة في شيكاغو والفائزات سوف يناقشنا ما فعلنا داخل الولايات المتحدة وأيضا هناك اجتماعات مع النساء ومع فائزات سابقة داخل الولايات المتحدة يعني تحدثت بأنه هناك فائزات سابقات هذه الجائزة كيف انعكست على الذين حازوا عليها في الماضي هل زادت من عملهم التطوعي هل زادت من تحفيزهم من أجل المشاركة الفاعلة بشكل أكبر في المجتمعات يعني أهم شيء التوعية أنا أعتقد ليس هناك الجائزة طبعا هذا في وزارة الخارجية داخل الولايات المتحدة في واشنطن العاسمة ولكن الآن هناك الإعلام ووسائل الإعلام تتحدث عن التحقيقات وإنجازات هؤلاء النساء في كل نهاء العالم وبعد ذلك أعتقد كل خمس سنوات هناك اجتماع مع كل الفائزات منذ 2007 أعتقد هناك 76 فائزة من 49 بلد مختلفة لذلك هناك الاندال نتورك هناك شبكة من بين الفائزات هناك أيضا صفحة فيسبوك وتويتر وأعتقد هناك تواصل مستمر بين الفائز سيد بكر هل تعتقد أن مثل هذه الجائزة مثلا ستعطي أمان أكثر للمرأة كي تحقق استقلاليتها وأيضا تبدع في مجالها الإنساني مثلا سؤال مهم أنا أعتقد تعطي أمان أكثر ولكن أيضا تحديات أكثر ولكن كما تعلمنا وكما علمنا من النساء هنا لا يخفنا من تحديات أو لا يخفنا شجاعات هناك شجاعات ونحن نعرف أنه سوف يعودنا إلى دولي هنا وسوف يواجه هنا تحديات أكثر ولكن الولايات المتحدة ونعتقد المجتمع ذكرت تحديات أكثر من مرة ستواجه المرأة عند العودة إلى بلدها مثل ماذا هناك داخل كل مجتمع هناك من لا يريد التقدم من لا يريد التقدم للامرأة أو تقبل وجود المرأة صحيح والبنات وفي تعليم ولكن الآن هم معرفين ومعرفات وأعتقد السفارات الأمريكية وأيضا المنظمات غير حكومية كلهم عندهم دور في حماية المرأة وحماية الفائزات وأيضا مساعدة الفائزات في تحقيق تقدمات أكثر وأكثر في مجال هنا أشكرا كالمتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية باللغة العربية جوشو بيكر شكرا شكرا شكرا